أكد القيادي في تيار الحكمة حميد معلّة إن برامج الأحزاب التي ستشارك بالعملية السياسية ليست متشابهة في محتواها موضحاً أن الدورة الحكومية والنيابية السابقة غيرت جملة من القناعات لدى الشارع العراقي أنا أعتقد أن بعض الأحزاب قد حاول أن يجدد نفسه ويبقى في إطار اسمه ولكنه يضخ في أوصاله وفي عروقه وجوه جديدة وطاقات وكوادر وهذا عمل جيد ومحمود بعض الأحزاب الأخرى استطاعت أن تنشطر وتنقسم وتعلن هوية جديدة ورؤية جديدة وبرنامج انتخابي جديد وزج كوادر وطاقات أيضاً جديدة وهذا شيء أيضاً جيد ومهم البرامج لا أعتقد هذه المرة فيها تشابه إنما توجد قفزات نوعية سواء في وعي الجمهور ومزاجه وتوجد قفزات نوعية في طبيعة الظروف التي حصلت حالياً حيث أستطيع أن أقول أن هناك جملة من القناعات قد تهاوت واستجد بوجاءة محلها قناعات جديدة ترجمة نانسي قنقر